يا جماعة أنتوا أخديني الموضوع كبير جداً وأنا شايف الموضوع التافئ طب ليه قلت تبارك لأنغام وما تبارك لهمش؟ واحد أنت من جمهوره والتاني صديقة تكلمين على موضوع ده ممكن لسه ما نضقتش فما كنت بعمل حديث ونا لسه مش ناضج يعني قلت إن أنغام أهم صوت في الوطن العربي لسه عند رأيك؟ مليون واحد قال كده مليون إعلامي قال عليها كده قلت إن أنغام أهم صوت في الوطن العربي لسه عند رأيك؟ مليون واحد قال كده مليون إعلامي قال عليها كده مليون إعلامي قال عليها كده وما زلت على رأيي طبعاً يعني ما بصحبش كلامي ها مازلت على رأيي إن أنغام بس إنت ما قلت ده كانت أستاذة كبيرة يعني كانت وردة عيشة وكانت صباح عيشة إيه وردة طلع برادة الحب الحقيقي بتاعتي إنت هتدخلي وردة دي أطيب مخليق ربنا دي لعندها الحسابات بتاعت حضرتك أكيد 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 بس أنا بسأل إيه؟ جات حفلاتي بتغني أغانية دي أمي طبعاً أنا قصدي أقولك إنك عديم الخبرة هو لما تقول أنغام أهم صوت في الوطن العربي قلت كده؟ أيوة في حياة وردة وفي حياة صباح قلت كده؟ أنا قلت كده؟ وفي حياة فيروز ده أنت يعني مش عايز الزعالة مني اللي عايشين ده أنت كمان كمان متشايلين اللي يعني اللي راحلوا ربنا الحمى ويحصل إليها أنا هبطل شر بص أقولك على حاجة طب ده عديم الخبرة ولا مضحن لا تبرد علي بأمينا بس بحاجة بس خديني سؤال بيحيارني دايماً ليه في مصر أنتو مصممين إن انتو تطلعوا نجوهم مصر تجيبوهم تقطعوهم مش هتهمل بحاجة بس أنا أنت صاحبتي وحبيبتي وأختي وهو بنشوف بعض كتير في كبهاته وهو ما عنديش رفض وانا جاي عارف أنت هتتجنين على الكام سؤال بتاع الجزائر وبتاع حسن البارد وبتاع مش عارف ويو ما تناقشنا وعملنا إخناقات في الكافية عشان الموضوع ده فجات لك وبريح لك الموضوع عشان بيتكلمنا في كل حاجة بس ليه دايماً عايزين تطلعونا شكلنا وحش؟ لا مش حقيقي هقولك هشرح لك حاجة أنا عن نفسي ما أبدأ البرنامج ده إيه ما أبدأ مسارحة حرة إيه عارف 29 سنة ما أبدأ مسارحة حرة إيه محمد فؤاد نجمي ليجو مهورة عريض جداً عارف 29 سنة 29 سنة وانت في الفن وبتتعدي من أول مثال صف الكويس المسال مثال مثال إيه؟ وانت كثيرنا صدفة كم واحد بيعمل زيك في قد إيه ناس بتحبك بتعمل زيك بتمشي وراك كل إنت بالنسبةلهم مثل وإيه المشكلة عشان كده لازم الناس اللي بتشكل مثل للشباب وانا على أعتمالت ومشيت فى الشارع لا طبعاً انت بتكلمين علي كلمت ليه ليه أنا بسأل الأسئلة زى إنت موجود في برنامج زى ده ليه ممكن نجوم تيجي برنامج زي ده مش تقطيع هو مش مبدأ تقطيع من أجل التقطيع هو مبدأ أنت راجل بتصدر فن بقالك 29 سنة بتصدر فن شباب ماشي وراك ناس بتحبك ناس بتقلدك ناس بتعمل زيك بيمشوا ورا رأيك بتأثروا بيك طبيعي جداً إن أنا حاول أعرف بتعمل ايه بتعمل ايه يا مونة صلى على النبي أنت بين حين والآخر تبص لها الإعلامي نفسه يسمع رأيك نفسه يسمع رأيك خليك معايا طيب أنت بتحب نانسي عجرم بموت فيها أنا بعشقها في حد ما يحبهش إيه اللي زعل أنغام في ده يعني إيه اللي زعل أنغام بقى إذا كنت قلت فيها كلمة كويسة إيه اللي زعلها لأنه إنت نجم مش قولها طيب وللما تدع نانسي عجرم تقولون أنا بسمع محمد فؤاد متربع على صوته ما بسمعش غيره عمر دياب يزعل ليه طيب خلاص هيا ما قالتش كلام كويس في عمر دياب يعني هيا ما قالتش خالص كلام في عمر دياب كويس هيا ما تحترمش عمر دياب أنغام تقصد آآ نانسي عجرم نانسي عجرم لأ معرفش نانسي عجرم تحب وتعمل معها حفلات ولطاف جدا الستة بتقول بتعبر عن مشاعرها أنا بحب أنغام وبحب ورد الله رحمه وبحب نانسي وبحب نجوة كرم وبحب ناس كتير جدا واحد